خدا الاتنين الاتحاد الدولة هينشئ منصة إلكترونية لكل الأندية المشاركة في مونديال الأندية عشرين خمسة عشرين منصة إلكترونية يعني ايه؟ يعني هتلاقي فيه منصة رسمية بتجمع كل الأندية المشاركة عشان تعمل اجتماعات وإيفنتات الفترة اللي جاي عشان تبدأ تشتغل على التحضير لبطولة الولايات المتحدة الأمريكية المنصة دي بتجمع بقى الأهلي مع ريال مدريد مع باريس سان جيرمان مع يوفينتوس مع بارني ميونيخ مع منشستر سيتي أكبر الأندية العالمية من خلال منصة رسمية على موقع الاتحاد الدولي تجمع كل الأندية اللي هتبدأ تشتغل على التحضير لبطولة الفيفا الناس داي كان دايما تسمع منصة فيفا عقوبات إقاف قيد غرامات لا الحمد لله احنا في السكة دي مختلفين تماما المنصة اللي هتجمع كل الأندية دي دي صفوة الأندية اللي موجودة على مستوى العالم فلما تلاقي الأهلي اسمه في منصة لها علاقة ببطولات فيفا بتتكلم هنا على منصة بتتكلم على الشغل على التحضير وقدمكم طبعا الشغل اللي بيتحضر من دلوقتي لبطولة فيفا انتر كونتينتر وشفنا المجسم اللي الفيفا أعلن عنه ونشرناه هنا وأعلن عنه في برنامج التريند يوم الخميس اللي فات ومش عايز أقول لكم ممكن يكون فيه مفاجأة بس حسب المعلومات اللي جات لي من مسؤولين بارزين في الاتحاد الدولي ده مجسم متعلق بالبطولة بس هناك اتجاه انه يبقى فيه كاس للبطولة نعم أيوة وارد جدا انه يتم التحضير لكاس جديدة في بطولة العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية المجسم ده بيرمز لحاجات كتيرة جدا عدد للأندية المشاركة القرارات المختلفة تفاصيل كتيرة جدا يمكن الفيفا شرحها واحنا أعلنها يوم الخميس اللي فات ولكن البطولة في حد ذاتها حسب معلوماتي انه يوم القرع في 5 ديسمبر هيتم الكشف عن كاس البطولة اللي هيتسلم للفريق الفيز بالإضافة إلى المجسم اللي عرضناه يوم الخميس اللي فات واللي كان دلاتي معاكم على الشاشة